ازيكم يا شباب معكم على قناة OnTech19 على اليوتيوب شرح النهاردة على القدمة يكون بسيط اللي انه مفيد جدا للناس اللي بتتابع دورات على الانترنت الناس اللي بتتعلم على اليوتيوب للناس اللي بتحب تتفرج على كورصات على الانترنت سواء كانت كورصات تعليمية او غيره او الناس اللي بتحب تتفرج على مسلسلات على اليوتيوب وحبين يعرفوا عدد الساعات اللي هيقضيها في انه يتفرج من اول الفيديو لاخر فيديو في القائمة فشرح النهاردة هيفيد جدا الاشخاص اللي بتدور على تنظيم الوقت لمشاهدة الدورات او المسلسلات نوضح الموضوع مثلا انت واحد عايز تخش مجال الفوتوشوب والتصميم هتكتب في اليوتيوب دورة فوتوشوب فهجيلك هنا لستات كتيرة من ضمنها فيه ناس بتبعامل لستة كاملة لتدورة الفوتوشوب من الاول للمبتدئ للاخر وهنا برضو دي لستة ودي لستة لستات كتيرة انت بتختار اللي انت عايزها بس الفكرة اللي ما بتخش عند اللستة اللي انت عايز تتواجع على الفيديوهات بتبدأ تشوف وقتها ست داعيق سبع داعيق ثمان داعيق تسع داعيق فانت عندك ساعة فاضية في اليوم ساعتين فاضية في اليوم وعايزت تنظم لها جدول وتشوف هتاخد منك الدين وتكون ناهي الدورة دي ان شاء الله بحيث انك تعمل لنفسك جدول تنظيمي وتعمل لنفسك وقت تكون خلصت فيه الدورة دي فهتكون دا فعليق فمش هتمسك كل فيديو وتحسب داعيق 4 دقايق وده 4 دقايق ونص وده 5 دقايق وده 6 دقايق فانت هتعمل ايه ده شرخ النهاردة هتخش الموقع اللي هسيبه لك تحت في الدسكريبشن الموقع ده يوتيوب playlist analyzer وهتيجي هنا عند اي لسة فيديوهات موجودة اي دورة اي كورسات هتيجي هتفتح الفيديو زي ما هو كده وبعدين هتضغط على العنوان الرئيس الفيديو هتلاقي اللسة فتحت معك وده الفيديوهات اللي فيها كل انت هتعمله هتاخد الرابط ده نسخ وتروح هنا تحطه وتدس هنا وتستنى وتشوف هتعمل ايه طيب هنا تمام خلص هنا بيقول لك ان ده كورس شامل المبتدئين فيه 80 دلس واول فيديو ليه ثلاث دقايق وعشرين سنة اللي هو اول فيديو في القناة والتوتال اربع ساعات ونص تقريبا اربع ساعات ونص يعني الدورة دي هتحتاج منك اربع ساعات ونص اربع ساعات ونص تكون اخدت خطوة كويسة جدا في الفوتوشوب هتديك دفعة كويسة جدا في انك تتعلم حاجات جديدة ما تتكسلش وتقوله ده في الفيديو كتير او الفيديو طويل او فيديوهات كتير انا مليت لا دي هتخليك تنظم لك وقتك تبدأ تحسب والله انا في اليوم ده هتفرج مثلا على 20 فيديو وهتعلم و هتطبق عليهم فالموضوع ياخد مني اذا ليست كلها بتاخد مني 4 ساعات الموضوع كله هياخد مني مثلا 10 ساعات كتعليم وان انا ايه اطبق بيدي الطريقة دي بتنفع على اي بلاي لست موجودة على اي قائمة تشغيل موجودة في اليوتيوب يعني مثلا انا احب اكتب مش مش دورة فوتوشوب دورة ببرمية مثلا مثلا فهتجيلك دي دورة ببرمية دورة ببرمية اي مجال مثلا انا عايز دورة ببرمية بتاعت اندرويد هضغط عليها هيفتحلي فيديو افتح البلاي لست بتاعته وعدد الفيديوهات و 161 فيديو ينهر ابيض 161 فيديو ده كتير فهتضغط نفس الطريقة هتاخد الرابط تمام هترجع هنا عشان تخش المواقع من جديد هتحط الرابط الجديد وتعمل صدمت ونشوف بحيث نوزع الوقت على ايامنا الوقت الفاضي ندبع لنفسنا راحة مش مشكلة عادي بحيث انها لها وقت اه 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 فيه هنا مشكلة انا واقعت فيها انا محدد له هنا ان ماكسمم يحسب بس لمية فيديو لكن هنا هو مش ميت فيديو هو هنا مية واحد وستين فيديو فهتطبع اعدلها هرجع اقول لك هنا ماكسيمم مئة فيديو انا هعملها ماكسيمم مئتين فيديو على نفس الرابط وعمل سبمت انا هنا بيحسب بس مئتين فيديو اخره حده فحسب الساعات هو مئتين فيديو كانت معمولة مئة فيديو فانا غيرتها لان البلايليست بتاعة الدورة الاندرويد دي مية واحد وستين فيديو ما شاء الله فهنا بقولك ان اول فيديو ماشي تمام سعادية وده بتاعة بغدادي بتاخد منك عشرين ساعة يعني مثلا بتاخد منك عشرين ساعة يعني اقل من يوم هتكون مشيت قطعت شرط كبير جدا في برماكة الاندرويد بس الموضوع مش بمعناها كده يعني هو انت اشري هو انت ممكن كم واحد وعشرين ساعة في انك هتتفرج على الفيديوهات لكن انت واحد هتتفرج على الفيديو وتطبقه فهتتفرج تاني على الفيديو مثلا وتطبقه فهنقول مثلا العشرين ساعة دي بالتدريب تاني انت هتتفرج وبعدين هتمرن ايدك يعني اقول ان مثلا من عشرين ساعة دي هتضبع مثلا في ثلاثة هتبقى مثلا ستين يعني دخلنا في يومين دخلنا في ثلاثة ايام بكتير ولو حبيت تضغط الموضوع كبير اوي هتاخد منك اسبوع ده لو بتطبقه مثلا يومين كتير ساعة كتير هتكون كنت تنظمه بقى على الشهر فهتلاقي نفسك خلصت برمجة الاندرويد وعطعت شرط كبير يعني قايفت تعمل برامج الدور دي كويسة جدا يعني مش مش اي كلام وقطعت شرط كبير جدا وحققت لنفسك انجاز بعد كده دي هتديك دفع للامام ان انت تبدأ في الموضوع مش 161 فيديو كتير مثال برضو لو في المسلسلات بالناس اللي بتحب المسلسلات وعايزة كل وقت لها مسلسل عايزة كل وقت مسلا مفاضية في بتاني تتفرج مسلا على المسلسلات بتحسب فمسلا هنجي على المسلسل زي ده بتاع نسل الصيد هضغط عليه وابدأ احسب انا واحد عايزة شوف ايه الوقت بتاعي انا فاضي ساعة ساعتين في اليوم عايزة نتظم لوقت مسلا من خمسة لستة ده المسلسل اختار دي مية عشان بس ما يتطولش واشوف المسلسل ده بتاع محمد ابو دانا هياخد الدين طيب المسلسل هنا كله هياخد مني طوانتاشر ساعة طوانتاشر ساعة اه فورية انا عندي تات ساعت مسلا فاضيين في اليوم بحدد الوقت كده نزم جدول ولا نفسي خلصت في وقت اه الوقت بتاعي طبعا انا بيديك لستة بقولك ان الفيديو ده ان الحلقة العشرة دي اطول حلقة فيهم الحلقة كزا الحلقة كزا الحلقة كزا بتبدأ تحسب لها وقت بحيس ان مثلا الحلقة العشرة دي طويرة اخليها مثلا في الساعة ونص اللي هفضي فيهم تمام فدي بيتفيدك طبعا بيجيب لك معلومات عن الفيديو لو عايز تخش بعدها على الفيديو مش مشكلة بس هنا على قد ما على قد ما انها بسيطة وبانها تفع على قد انها مفيدة جدا ونظمت لحاجات كتيرة وخلتني اخد دورات كتير على اليوتيوب وكان بتديني دافع ان انا كملت دورة لاني لاني منظم لها وقت منظم لها جدول منظم لها عدد ساعات فبيكون موضوع مش مضغوط ومرتاح وفي خلال المدة اللي انا حاطتها اقدرت اخلص الدورة دي فدي بتكون حية كويسة جدا اكتسبت حية جديدة تفرجت على حية جديدة وفي نفس الوقت ما دغطتش نفسك ما تهتش في عدد الساعات وانا نكون خلصنا شرح النهار ده شرح بسيط خفيف خالص لكن مفيد هيفيدك صدقني استغله صح وهيفيدك جدا الموضوع ده في النهاية ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة واتبع فيديوهاتنا الجديدة ان شاء الله هتبع فيديوهات كويسة جدا سلام